بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك مع نائب وزير الخارجية الهولندي مارسيل جاكودي فينك العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة واستعرض اللقاء مجالات التعاون الثنائي والدعم المطلوب لتقديمه للحكومة اليمنية والأحداث والتطورات في البحر الأحمر كما تطرق اللقاء إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وندد وزير الخارجية بالجرائم التي يرتكبها الجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة